بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين جابت لكم اليوم كباب بالكرز أرمني حلبي يجنن لذيذ بالمرة وحامض حلو يعني حامض أكثر مما حلو ما يبان فيه الحلاء لكن طعمه يجنن يعني من يوم ما كنا في بيروت كنا متعودين دايما نروح المطاعم الأرمني يناكله والحلبية طبعا بس كل ناس يعملون طريقتهم أنا أعتقد الحلبية على ذلك هذا هي الكفتة وعملنا لقيت هنا في تركيا فقع مثلج يجنن يجنن يعني عملنا منه هذا الرز بالفقع الكمة وشربة الرز التركية نزلتها من زمان موجودة عدة مرات باللبن والرز وهذا هي وجبة كاملة لذيذة وسهلة ومقاديرها بسيطة استخدمنا هما يستخدمون كرز فرش احنا استخدمنا الكرز معلب بدون بزر وشراب الكرز النكتار الثقيل هذا هو الكرز مش لمسكر اللي بالموية فلفل أسوأ سبع بهارات ملح قرفة زيت سمنة ثنوبر ملح خبز لبناني خفيف لحمة يكون فيها دهن وبقدونس وليمون هذه هي المقادير مرة بسيطة ما في لا برسال ولا ثوم ولا أشياء ثانية اللحمة تكون فيها دهن عشان ما تصير تصير الكفتة لينة ما تصير قاسية نحط لها قرفة سبع بهارات وملح وفلفل أسود نحط لها زيت ضروري زيت مع أنه فيها دهن تصير لينة مرة لذيذة نحط لها موية نعجنها تمام تمام تتوزع هالأشياء وتصير لينة ضروري نخلطهم تمام تتوزع الابهارات والمل نعملهم كور متساوية يعني مو مرة صغيرة ولا كبيرة هي حتكش بعض طبخ ترى انتبهوا لما نقليها الحين رح تكش تصغر نعملها كور نحطها رصينية لما نخلص من الجميع بعدين نصخن شوية الزيت في مقلاية واسعة أو قدر شايفين ما في زيت كثير شوية كذا نصف الكفتة نصف هم على نار قوية عشان ما تلصق لو نار بارد رح تلصق وتتقطع بعدين نهز شوية نهز نهز في المقلاية عشان يتقلبون لما نحس انهم جمدوا تمام ممكن نقلبهم بعدين بالملعقة لما يشربون كل الموية حتطلع موية وحيشربون كل الموية اللي فيهم يبقى بس على الزيت اللي حطيناه نحط الحين فحمتين كبار مبلعين فحم جمر ونصب عليهم زيت نغطيهم تمام وخليهم عشر دقائق حصي ريحتهم رائعة ريحة التبخير نخليهم على جنب الحين عندي هنا الموية شراب الكرز هما يسمونا وشنا نحط له ملعقة مليانة نشا نقلبه نحط في قدر يعني ما نرغي يصير تقيل محلبية يكون يعني قوام شوي يسميك نقلبه على النار لما يبتدي يسمك نحط الكرز الكرز في علب كبيرة ينباع حوالي كيلو كيلو نس كذا كبار نقلبه يتشرب عصير ليمونة الليمونة عادل السكر اللي فيه بعدين نحط له قرفة سبع بهارات ملح وفلفل اسود أبدا ما رح يبار انه فيه ملح كثير خفيف الملح كأنه ناكل دبس رمان أو كأنه ناكل هالأشياء نحط الحين الكفتة نخليها تطبخ معاه تتشرب الكفتة تتشرب الطعم الحموضة تتشرب اللون الأحمر ولا أرواح ولا أبسط يعني شايفين بساطتها ومع ذلك يعتبر من أطباق الفخمة للمناسبات قد ما هو لذيذ ما يناكل ترى مع رز دايما نقدمونا مع خبز خبز لبناني خفيف نحن هقول لكم كيف نعمل الخبز نقطع الخبز بمقص مثلثات مثلثات صغيرة شايفين يعني هذا الخطوة ممكن نعملها قبل مدة عشان نحن نبغى الخبز ينشف يصير كأنه حمصنا بالفرن بس هو مش محمص يابس بس مش محمر بعدين نفتح كذا ونراتبو في الصحن ونخلي ليه وقت التقديم هو راح يباس وينشف نقطع باقدونس الباقدونس ضروري للطعم ما نطبخه مع الكفتة لا نرش على الوجه راح يعطينا طعم مرة حلو وما يتقدم معاها إلا سنوبر ينرش فوقها سنوبر ما ينحط لوز ولا زبيب ولا كاجو ولا شي كفتة الكرز بس سنوبر نحمصه ونشيده الحين الفقع هذا الفقع هم مغسلينه تمام نظيف وبعدين سالقينه عشرة دقائق عشان ما يروح الطعم ويتفرجن زي ما هو لحمة موزات كاجو لوز سبء بهارات فلفل أسود ملح زيت سمنة سمنة طيبة ورز حاوريكم كيف نعمل الرز نصاخن السمنة مع ورق غار وهيل وفلفل أبيض بارد مو بارد قصدي أبيض حار بس انه أبيض عشان ما يسود وهيل وعور قرفة النار قوية عشان ما تلصق اللحمة نحمرها تمام على الجهتين نقلب فيهم يحمرون تمام عشان لما نحمرهم تروح أي ريحة في اللحمة يصير ريحة اللحمة حلوة شايفين ما طلعت موية لأن النار قوية بعدين نحط لها موية يغطيها تمام نحط لها سبء بهارات وفلفل أسود وباظه ما نكثر ما نبغى نغير طعم اللحمة وطعم الفقع كله شوي شوي وشوي ملح وشوي ملح بعدين نزيد الملح الحين نعمل الرز ثلاثة كواب رز نحطهم في وعاء هذا الرز اللي استخدمته في تركيا أنا أعتبره أحسن نوع بس الله أعلم نحط له موية مغلية ونحط له ملعقة ملح بدون ما نقسله نخليه على جم يطلع هو النشا نقطع الفقع وهو بارد مثلج بس نقسله نقطعه كبير لأنه لو قطعناه وهو بعد ما يفك من الثلج يتفتفت ما ينفع شافين كيف أملسوا حلو لأنه هو بارد للحين طلعناه بس خليناه شوية يفك خفيف طبعا مغسور ما فيه ذرة ترملة الحرمة اللي تبيعه تنظفه تمام تمام نحطه شوي سمنة وشوي زيت نقلب الفقع تمام تمام لما يحمر لونه نحط له فلفل أسود وسبع بهارات وقرفة وشوي ملح من كل شي شوية شوية ما نكثر نقلبه شوية مع البهارات بعدين نحط له موية ونغطيه حوالي نص ساعة كده لما يسوي تمام نضوقه نضوق حبة لما نحسه إنه صليم تمام خلاص ما يشرب الموية بس يسوي تمام تمام يكون فيه شوية موية يبقى نخليه على جنب نقليه الحين اللوز اللوز قشرنا سلقناه وقشرناه نقليه لما يحمر نحط مع الكاج ويحمر معه بعدين نرفعهم على جنب نحط ملعقة سمنة ونحط الرز نصفيه طبعا من الموية اللي ما نقوع فيه بعد ما غسلناه من الملح نقلبه تمام لما ينشف نحسه كده ناشف نحط له شوية قرفة وفلفل أسور وسبع بهارات شوي 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 وملح طبعا لأنه ما ننسى إننا مرقة اللحمة فيها ملح اللي سلقنا اللحمة هنحط له مرقة لحمة لازم يصير لونه في بهارات شوي يمشي مع اللحمة ومع الفقع ما نخلي بس أبيض سادة عشان كده حطينا بهارات شايفين الموية فوق الرز يعني عغدت إصباع كده نغطي يغليب يعني نغطي لما يتفلفل نار هادئ على جنب الحين اللحمة سوات شايفين زي الزبدة نشيل العظمة بسهولة ما رح نقدمها بالعظم نحطها فوق الفقع وقت التقديم نسخنهم ونشيلهم ونرتب فيهم الرز عشان ما ينشفون يكون فيهم شوي مرقة شايفين زي الزبدة بصراحة اللحمة حما خليها كده حواريكم بعد الخطوة الأهم أول شا نشيل العظمة بعدين ننظفها من الشحة والشغف اللي فيها والجلد نخليها نضيفة حل وشكلها واحدة نمسكها نشيل الجلدة اللي فوقها كده فوقها جلدة فوقها أشياء كده نخليها صافية ونخليها مع الموية مع الفقع وقت اللي نغرف نسخنهم مع بعض ونخطهم فوق الرز طبعا نصفي الفقع من الموية خلاص بس يكون مسوي تمام واللحمة مسوي تمام زي الزبدة طعمها يجنن ما يحتاج تتحمل ولا شيهية كده مرة مرة لذيذة من ألاذ أنواع اللحم وأبسطهم طبعا وقت الغرف وقت الغرف نغرف الرز نحط فوق الفقع نحط المكسرات نحط اللحمة والكفتة نحط لها البقدونس والسنوبر لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعالوا أسناكم على هالطبخات الحلوة حطوا للايك يعني بصراحة واجبة مرة لذيذة ألب من المطاعم مليون مرة وسهلة شوفت عينكم ومع شربة اللبن هم يجدمون معها لبن زبادي نحن حطينا شربة لبن اختصارنا الموضوع وقال لذيذة يعملوهم ترنبصوا فيهم من أبسط الطبخات يعني وألدهم الله معاكم